طب إيه رايك نروح من النهاردة لرزان طبعا زملتنا العزيزة عندنا أخبار كتير الحقيقة بالضبط وأخبار مش بس تخص كرة القدم لأخبار تخص كمان لألعاب الأخرى رزان من يعني طبعا من مرسلنا أو مرسلنا الشطار اللي دايما بيجيبوننا أخبار كويسة فضل يا رزان طبعا في البداية برحب بيكم برحب بيكي نهواند وبرحب بزنيلي طبعا كابتن هايسم سعيد مبسوطة جدا وسعيدة طبعا بالانضمام النهاردة معاكم يعني في برنامج الأهلي في رمضان الحقيقة يعني أنا مبسوطة إن أنا طالع معاكم النهاردة وأكيد برحب بمشاهدين قناة نادي الأهلي في كل مكان وبقولهم كل سنة طبعا وانتوا طيبين ورمضان كريم علينا يا رب كل سنة وانتوا طيبة يا رزان ورمضان كريم عليكي يلا بقول لنا إيه معاك النهاردة من الأخبار وعايزين نعرف كمان لو في حاجة تخص الألعاب الأخرى يبقى كويس جدا معايا يعني أكيد أخبار كتير متعلقة بالألعاب الأخرى يا كابتن خلينا طبعا الأول نبدأ بخبر عن منتخب مصري يعني النهاردة طبعا وصل منتخب مصري للقاهرة بعد الفوز على ملاوي في الجولة الرابعة من مرحلة التصيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 الحقيقة يعني منتخب حقق فوز كبير على منتخب ملاوي برباعية نظيفة سجلها طبعا طارق حامد عمر مرموش محمد صلاح وأحمد سيد زيزو وبكده طبعا رفع منتخب مصر رصيده لتسع نقاط ليتصدر المجموعة الرابعة بالتصفيات بينما بيأتي منتخب غينية في المركز الثاني بنفس الرصيد وياليه منتخب إثيوبيا في المركز الثالث بثلاث نقاط ثم ملاوي في المركز الرابع والأخير بنفس برضو الرصيد كل التوفيق طبعا اللي منتخبنا الوطني اللي بيحقق مع فيتوريا الحقيقة انتصارات متتالية خاط خمس مباريات مع منتخب مصر حقق فوز خلالهم وسجل الفراعنة تحت قيادته 14 هدف ودخل مرمى المنتخب هدف وحيد خليني أتوقف برضو يعني في النقطة دي خليني أعرف رأيكم أكيد أنا هواندو وكابتن هيسم رأيكم فأداء منتخب مصر طبعا الفترة الأخيرة مع روي فيتوري بسي هقولك على حاجة أنا من الناس اللي شايفة ابتدى يبقى فيه أمل يعني كان جات فترة على المنتخب بصراحة الواحد كان بيحزن خليه يكون صريحة مع حضراتكم الواحد كان بيحزن وهو بيتفرج على المباريات المختلفة أنت بتشوفي أداء لا يليق بمنتخب مصر بس حقيقة أو الحقيقال الأداء بقى مختلفة في شكل كبير لو تتفقوا معايا فيتوريا اختيار أعتقد جيد جدا ابتدت اللعيبة حتى هنا من التكلم على المستوى المحلي لعيبة المحلية أو اللعيبة المحترفة ابتدت أنت تلاقي كامستري ما بينه ودي كانت مش موجودة يا هايسن وكانت مش موجودة يا روزان لو تتفقوا اللعيبة كلها عارفة بعض وغيره لكن فكرة أن هم يلعبوا مع بعض ما كانتش بتشوف الكامستري فيها أوي لا شفنا ده مع فيتوريا فأنا من الناس المتفقلة جدا وسعيدة بالمستوى اللي احنا فيه لحد هذه اللحظة خلينا أقول حاجة مهمة من وجهة نظري كان المنتخب قاعد فترة طويلة يمكن سنتين ثلاثة اللي فات يا روزان كان يتقال منتخب مصر ومنتخب محمد صلاح ألعب يا محمد حط يا محمد النهاردة لا النهاردة محمد صلاح عنصر مهم حاطت هدف هنا وهدف هناك وعامل هدف وليد دور مهم جدا ولكن المنتخب ليس منتخب محمد صلاح هو ده اللي كان عايزه حتى نفسه محمد صلاح عايز ألعب كاتيم وورك مش عايز يكون الاعتماد الأول والأخير عليه أنا شايف النهاردة فيه لعب جماعي لعب جماعي بشكل كبير جدا تقارب الخطوط فكر منتخب مصر أصبح أنه لما يطلع بره لا طالع يكسب مش طالع عشان يحق النتيجة أو يدافع أو تمثيل مشرف أو تمثيل مشرف دائما سمعناك صحيح أنا وان فإذا المنتخب الحاجة التالية فيه زبط وربط على الخط فيه زبط وربط واضح في قط اللبس فيتوريا من المدربين واضحين أن كلامه قليل وشغل بطير والحقيقة دي حاجة تهمنا جدا احنا شفنا مدربين كتار وبدون ذكر أساميهم كان كلامهم أكتر من شغله ولكن النهاردة ده يخلينا نتفائل ولكن يا روزان خلينا نقول أن ثلاث مباريات أو يمكن خلينا نقول المباريتين أو المبارية الحقيقة اللي كانت خارج ملعبنا في ملاوي ممكن ده مقدمة ولكن لازم نحكم على الفريق بفترة أطول البداية موفقة فترة أطول ثلاثة جديدين صح صح فإن شاء الله نتمنى التوفيق والجميل كمان أن المنتخب اللي هم دي كمان عمل نتيجة كويسة بالفعل يمكن بضم طبعا صوتي لصوتكم يعني أنا رأيي فعلا الحكم شوية بدري أن نحن نحكم ولكن أنا متفائلة أكيد بضم صوتي للهواند أن أنا متفائلة أكيد روي فيتوريا يعني مقدم لحد دلوقتي مباريات عظيمة يعني وده أكيد بيعكس مشاركة المنتخب خلينا بقى نروح نتابع النهاردة كمان رسالة أن هذه الأهلي الجماهير قبل المواجهة المهمة أمام الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا الأهلي بيواصل استعداداته لمواجهة الهلال السوداني مساء السبت المقبل على استاد القاهرة في الجولة السادسة من مرحلة المجموعات بالمسابقة القرية الأهلي والهلال بيتنفسوا على بطاقة العبور لدور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا الأهلي بيحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط بينما الفريق السوداني بيتواجد في المركز الثاني بعشر نقاط وعايزين كمان نوضح حاجة مهمة بشأن حضور الماتش وهي ان شركة تذكرتي خصصت منافذ بفرعي النادي الاهلي بالجزيرة ومدينة نصر للراغبين من اعضاء النادي في استخراج الفان اي دي حتى يتمكنوا من دخول مباراة الاهلي والهلال يوم السبت المقبل لان طبعا الجهات اشترطت وجود الفان اي دي بجانب التذكرة لحضور اللقاء وده طبعا شيء مهم جدا والمنافذ دي هتتعمل يوميا من الساعة 12 ظهرا وحتى الرابعة عصرا ومن 8 حتى 11 مساء ده كلام على فكرة مهم جدا ان انت بتقولي وخدمة عظيمة لان فيه ناس كتير جدا بتتوه علشان تعرف ان هي تطلع الفان اي دي احنا من خلال المنافذ الموجودة في الفروع عندنا وتحديدا كمان الجزيرة سريعا جدا وفي ثواني حيكون معاك الفان اي دي انا جت تيكت يعني جت التذكرة بتاعتي بس لسه الفان اي دي ان شاء الله معتقدش ان هي هتاخد ساعة ان شاء الله او حاجة زي كده هعملها بكرة فلا خدمة اعتقد سهلت كتير جدا كمان على جماهير النادي الاهل بالفعل يمكن في المباراة دي تحديدا لان المباراة صعبة وجماهيرها طبعا كتير وكل منتظر يعني هذه المباراة خلي بالكم المنافذ دي كمان لعضاء النادي الاهلي تحديدا بزا اه يعني مهم المنافذ دي لعضاء النادي الاهلي فقط لعضاء النادي الاهلي بس احب اقول حاجة ان الدنيا تحركت يا روزي بزا 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 بدأنا نرجع نتكلم فان اي دي تذكرة مطشاط بتتفتح الكلام ده يا جماعة الروح الروح رجعت الروح رجعت ورجعت تاني ان احنا نفكر نرجع الجماهير وهو ده المكسب الكبير ان شاء الله نحتفل بحد تين يوم السبت يا روزي نحنا نتأهل بإذن الله بنتيجة عريضة يستحقها النادي الاهلي والحاجة التانية هو جمهور النادي الاهلي اللي هيكون الخطوة الاولى لعودة الجماهير وللحقيقة الدولة المصرية حريصة ان الجماهير تكون موجودة النهاردة الكورة في ملعب الجماهير الروزان زي ما بيقول يا رب يعني كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي في مرات يوم السبت دعواتكم يا رب وان شاء الله يعني النادي الاهلي يفوز المباراة يمكن صعبة شوية ولكن ان شاء الله كل التوفيق لنادي الاهلي اكيد ان شاء الله طبعا بعد ماتش الاهلي والهلال عندنا مهمة وهي المباراة النهائية لبطولة جأس مصر بين الاهلي وبيرامد موسم 2021-2022 يوم 10 إبريل المقبل على استاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة والربع مساء وسيتم تحديد عدد الجماهير الحاضرة بالتنصيق مع الجهات الأمنية بالتأكيد وطبعا الجمهور في نهاية كأس مصر هيكون يعني بالمناصفة بين الناديين بالمناسبة الاهلي كانت أهل لنهاية الكأس على حساب سموحة بعد الفوز بنتيجة 3-1 بينما تخطى فيرامد عقبت إزة مالك عن طريق ضربات الجزاء الترجحية بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل واحد واحد كل التوفيق للأهلي مرة تانية في مطشط وأكيد الجاية مهم كمان نشيد بالفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي اللي حسن تأهلوا لنهائي بطولة الدولي بعد الفوز على سموحة بنتيجة 3 أشوات نظيفة المباراة قيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى وقدم خلالها رجال طائرة الأهلي عرض قوي 3 أشوات نظيفة يعني جاءت نتيجتها كالتالي 25 للعشرين 25 للستاشر و25 للستاشر وبكده حجز الأهلي مقعده في الدور النهائي كل التوفيق كمان يعني لفريقنا كلمني بقى أكتر كابتن هيسم يعني ملعبوا 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 أنا بحب الطائرة بشكل خاص جواند الأهلي بصدقيني أنه واند الطائرة هي لعبة ممتعة جدا للمشاهدة يعني لا لا أنا لما بتفرج الحقيقة ببقى مستمتعة جدا بالضبط يعني الطائرة هي أقرب فريق في الألعاب الجماعية لكرت القدر من حيث النتاج من حيث الروح من حيث الأداء مباراة سموحة دي كان بيستوف تري اللي يكسب مبارايتين يتأهل المباراة النهائية وده النظام الجديد اللي عاملوا اتحاد كرة طائرة فالنادي الأهلي كسب المبارايتين أوليتين فما راحش المباراة تالت كسب المبارايتين 3-0 في انتظار اللي هيكسب من نادي طلاقة الجيش والزمالك من الناس ما نادي طالعها يا كيش كان فاز في المباراة لقول الحقيقة أنا مش فاكر المباراة التانية حصل فيها إيه أي أن كان حسنا دي فرقة الطائرة كويسة جدا رجال وسيدات وطبعا تفتكر يا روزان وانت كنت معانا أكيد في مطاشات كتيرة يمكن بطولة السوبر المصري كأول نسخة بكرة طائرة الرجال حصل عليها النادي الأهلي رجال وسيدات بطولة عربية وكانت هي الأقوى أقوى نسخة البطولة عربية لبكرة الطائرة رجال فاز بها رجال الكرة الطائرة عايز أقول كمان أن لسه الموسم شغال لسه عندنا أفريقيا لسه عندنا الدوري اللي شغال لسه عندنا كاس مصر الطائرة لسه عندها تلات مباراة كابت محمد مساء الحميد واللعبين طبعا رأسهم الأسطورة الكبيرة عبدالله عبدالسلام والأسطورة أحمد صلاح وعدين جماهيري النادي أهلي السندي إن شاء الله وعدينهم بالخماسية أسوة قالوا فريق السلم إزاي إيه حلو على فكرة روح التنفسه ما بين الألعاب الأخرى في النادي الأهلي دي حلوة جدا نتمنى يكون ده موجود على طول فإن شاء الله السندي منتظيم الفريد ده لي أنا بحب أخبار الطائرة لأن الحقيقة سندي عمين طيب نادي زمالك لعبنا كم مرة سندي أنا هوندي لعبنا خمس مرات فوزنا في الخمس مباريات فيهم منهم بطول منهم مباراة ببطولة الجميل في ده كمان إن إحنا فوزنا بخمستاشر شوت روزان طبعا كده أنت حضراني خمستاشر شوت بقابل شوتين بس اكسرناهم قدام نادي زمالك وده يبين قدية تفوق مع المنافس ده إنجاز كبير جدا يعني أنا عايز أبقى أسألك في تفاصيل أكتر ما بين الطائرة أيام كنت طبعا بتمارسها ودلوقتي بس خلينا نكامل مع روزان بس دي نقطة مهمة جدا التطوير الملحوظ في الألعاب المختلفة وفي بعض الألعاب زي السلة أو كلت الطائرة تحديدا كمان لو هنتكلم عنهم في النادي الأول ونختصهم بالكلام حاجة تدل على شغل واختيارات موفقة بالنسبة للجهاز الفنية وبالنسبة للعيبة والصفقات اللي بتتم وكمان أكيد دعم الجماهير كمان فلأ نقطة جميلة أن احنا كمان دكرناها يا روزان من الطائرة رجال لطائرة سيدات كمان النهاردة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهل بيخود مباراة مهمة أمام سبورتنج في ثاني جوالات الدور نصف النهائي من بطولة الدوري ودي طبعا خطوة مهمة للفريق في مشوار اللقب بعد الفوز انبارح في المباراة الأولى بنتيجة 3-0 على فريق سبورتنج واللي شهد تركيز كبير على الضربات الصحقة وتمركز حقق الصد كل التوفيق كمان لسيدات الطائرة كمان النهاردة الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهل بيواصل مبارااته في بطولة دوري سوبر للمحترفين هيواجه فريق الاتصالات في ثالث جوالات الدور ربع النهائي الأهل بيسعى للفوز ومواصلة المشوار نحو لقب البطولة بعد محقق الفوز على الاتصالات في المباراة الأولى بنتيجة 166-162 ثم تغلب عليه في اللقاء الثاني بنتيجة 88-76 كمان كل التوفيق لفريقنا نروح للفريق القومي لكرة السلة للكراسي المتحركة للرجال اللي هيبدأ معسكر مغلق بصالة حسن مصطفى بأكتوبر يوم 31 مارس استعدادا للمشاركة في بطولة العالم بالإمارات خلال شهر يونيو المقبل مختخب مصر طبعا في المجموعة الثانية واللي بيتضم مصر كندا تايلند وألمانيا طبعا المنتخب اتأهل للمشاركة في بطولة العالم وده بعد حصوله على المركز الأول في بطولة إفريقيا بإثيوبيا 2022 وتأهلوا للمشاركة في بطولة العالم بعد غياب 24 سنة عن المشاركة فيها المناسبة روزان الفريق ده كان ضفنا في قناة النادي الأهلي في بطولة الأبطال بعد فزهم بطولة أفريقيا زي ما انت قلت وجمنا ورونة هنا في قناة النادي الأهلي وقد ديه بيتعبوا أصحاب الهمم في الرياضات الأخرى بيتعبوا تعب شديد وبيبقى عندهم حتى التايراجلوس خدوا تاني عالم فإذن عندنا فرق على مستوى عالي جدا وكمان عندهم عزيمة فولة زي حاجة جميلة وحاجة تدي لك أمل يا هيسم يعني ان شفت على الفكرة بالمناسبة الحلقة دي عندك بس فكرة انت تتكلم معهم تشوف قد ايه بقى الكواليس احنا بنشوف النتيجة وبنشوف المطشاط لكن الكواليس فيها صعاب وفيها قصة وفيها تحديات كبيرة جدا يعني ما بالك البنياء ده ممكن يكون كامل بدنيا لكن ما بيحسش بيه اللي بيحسه أو بيبقى عنده روح انهزامية من أي عرقيل كده سريعة أو سهلة حتى خيانا نقول لكن بني قدمين اللي بيبقى عندهم إصابة والأسف إصابة بتكون مدى الحياة قد ايه بنتبقى بتتحدى ده وبتسعى لده وبتبقى بطل لا بجد شكو حاجة محترمة جدا كملي احنا معاك يا روزين انتهت طبعا أخباري يعني أنا يعني خلاص بصراحة نفسي أكمل أكبر قدر طبعا من الأخبار ولكن يعني خلاص هي فقرة عشان ما نطولش أكيد عن المشاهدين وتكملوا أكيد الحلقة ولكن في نهاية كده الفقرة بتاعتي خلينا أسألكم توقعاتكم النهائية والأخيرة لمباراة يوم السبب توقعاتك كابتر هيس إن شاء الله بإذن الله نكسب وانا أتأهل وابقى فوز كبير كم كم لأنا عايزة أتوقع يعني رقم أنا أتوقع 3-0 إن شاء الله أنا أتوقع 3-1 3-1 إن شاء الله إنتوا الاتنين 3 توقعتوا ب3 إن شاء الله إن شاء الله كل توفي أكيد أهل بشكركم وسعيدة طبعا إن أنا كنت معاكم النهار ده نا واحنا كمان يا روزان تغطية رائعة ويعني لوك كمان جميل جدا كل سنة أنت طيبة كل سنة طيبة مشكرك يا روزان جدا شكرا